راضي شاب مشتهد في عمله تزوج من ابنة خالته التي اختارتها له أمه لأخلاقها الكريمة وقد أحبها راضي حبا شديدا وزاد حبه لها بعدما أنجبت له ابنا جميلا قامت بتحفيظه القرآن وهو في عمر أربع سنوات وفي أحد الأيام سافر راضي خارج البلاد في رحلة تسويقية تستمر لمدة أسبوع وبعد وصوله اتصل بزوجته ليطمئن عليها وعلى ابنه فلم ترد الزوجة على مكالمته وظل ثلاثة أيام يتصل كل نصف ساعة ولا يجد جوابا حتى جن جنونه فاتصل بأخيه وأخته ليتفقد أحوال أسرته الصغيرة فطمأناه ولكنه لم يصدقهما لذلك اتصل بخالته أم زوجته وأخبرها أنه ينتظر اتصال زوجته به فطمأنته هي الأخرى ولكن زوجته لم تتصل به مرت الأيام الثلاثة على راضي كثلاث سنوات كان يفور من الغضب ويوسس له الشيطان بوساوس مرعبة لذلك قرر قطع رحلته والعودة إلى بلاده وبعد أن طرق باب بيته فتحت له زوجته واستقبلته بابتسامة جميلة ثم سأل زوجته بغضب عن سبب تجاهلها له مما جعله يقطع رحلة العمل بسبب ظنونه السيئة فأجابته الزوجة بكل هدوء هل اتصلت بوالدتك؟ فقال لها لا لقد اتصلت بوالدتك لأطمئن عليك قالت الزوجة هل رأيت كيف كان شعور قلبك في هذه الأيام؟ هو نفسه شعور والدتك حين تنسى الاتصال بها أياما ولا تسمع صوتك إلا حين تبادر هي بالاتصال بك بعد أن يلهبها الشوق وتأخذها الوساوس إن طال الغياب حاولت كثيرا تنبيهك ولكن دون فائدة فلم أجد أفضل من هذه الطريقة لأوصل لك الرسالة لماذا تنسى يا زوجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصبح ووالداه عنه راضيان إلا كان له بابان من الجنة ثم أعطته الزوجة مفتاح سيارته وقالت له جنتك تنتظرك انطلق فورا إلى أمك حبيبتك الأولى طأطأ راضي رأسه خجلا من زوجته كبيرة العقل صغيرة العمر وتعلم درسا لن ينساه أبدا وحمد الله الذي رزقه بهذه الزوجة الحكيمة وبعد وصوله إلى أمه احتضنها واعتذر لها عن عدم سؤاله عنها ولكنه فوجئ بأمه تقول له كيف لم تسأل عني وكل أسبوع ترسل لي هدية مع زوجتك وتوصي ابنك بقراءة ما حفظ من القرآن لتسعد قلبي أعلم أن عملك يأخذ كل وقتك ويكفين ما تقوم به زوجتك من رعاية والعمل على راحتي دائما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مصطفى شاب في الثامنة والعشرين من عمره يمتلك محلا تجاريا لبيع الأجهزة الكهربائية انتقل قبل ثلاثة أعوام من الحي الذي نشأ فيه واشترى شقة في إحدى المدن الجديدة وتزوج من فتاة أحبها حبا كبيرا وظل يحلمه أعواما بالزواج منها وبعد الزواج بأيام استطاعت الزوجة بكلامها المعصول أن تجعل مصطفى يكتب المحل باسمها وبعد أقل من عام جعلته بنفس الطريقة يكتب لها الشقة باسمها وفي الذكرى الأولى لزواجهما طردته من الشقة وأجبرته على تطليقها بعدما أخبرته أنها تحب شابا غيره مرض مصطفى وعلم عمه بمرضه فذهب ليطمئن عليه وهناك وجده راقدا عند أحد الجيران ومن حوله الناس في حزن عندما علموا بقصة ظلم زوجته له ووجدهم يتساءلون أين العدل وما دم مصطفى الذي ارتكبه ليحدث له كل هذا فقال عمه لهم الله عادل دائما والقصة لها فصول أولى فلا تحكم على الفصل الأخير لقد مات أخي والد مصطفى وترك له ولإخوته ثروة كبيرة ولأنه أكبر إخوته فقد استولى على الثروة كلها وحرم إخوته منها وماتت أمه بسبب غدره بها وبإخوته وحاولت كثيرا أن أرده إلى عقله ليعطف على إخوته ويعطيهم حقوقهم إلا أنه رفض وأنفق معظم الثروة على هذه الفتاة التي تزوجها ثم كتب لها بعد ذلك كل ما معه لذلك أنصحكم بأن لا تحكموا على قصة في فصلها الأخير قبل أن تعرفوا كل فصولها حتى تتأكدوا من عدالة الله المطلقة فالله عز وجل أكبر وأعظم من أن يظلم عبدا من عباده فهو سبحانه القائل في قرآنه الكريم إن الله لا يظلم مثقال ذرة والقائل أيضا وما ربك بظلام للعبيد وقبل أن يتحول تعاطف الناس مع مصطفى إلى غضب ولوم أخذ العم بن أخيه وعاد به إلى بيت الأسرة بعد ثلاثة أعوام غياب وطلب من إخوته أن يسامحوه ويقف بجانبه حتى يتخطى هذه التجربة الصعبة والذنب الذي دفع ثمنه غاليا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام الحاج شوقي رجل صالح يتق الله ويساعد كل محتاج دون انتظار مقابل من أحد سوى الله سبحانه في أحد الأيام علم بمرض زوج أخته بسبب خسارة تجارته فتكفل بتكاليف علاجه وعندما علم من الطبيب احتياج زوج أخته لعملية جراحية ولم يكن معه من المال ما يكفي اضطر للذهاب إلى أحد الأغنياء وعرض عليه مزرعة جميلة على أن يكتب هذه المزرعة باسمه مقابل المبلغ المطلوب للعملية وإذا أصبح مع شوق المبلغ الذي سيأخذه منه يرد له الغني مزرعته فوافق الرجل الغني وعاهده برد المزرعة إليه إذا ما رد إليه ماله وبعدما كتبت المزرعة للغني وذهب إليها وأمضى فيها صيفا جميلة أعجبته هذه المزرعة وأطمع فيها ومع انتهاء الصيف أرسل ابن الحاج شوقي الذي يعمل بالخارج مبلغا كبيرا ليسد دينه ويستعيد مزرعته فذهب شوقي بالمبلغ وقال لصاحب الدين يا أخي هذا هو مالك وأرجو أن تعيد لي المزرعة وبكل جحود رفض الغني وقال لشوقي لا كل إنسان عنده حقه توسل شوقي إليه ورجاه ووسط له أقرباءه ووجهاء الحي وجواب الغني دائما كل منا عندهما بيده أصيب شوقي بغم شديد وأصبح طريح الفراش فعاد ابنه الأكبر من سفره ليكون بجانبه وظل مرض شوقي يتزايد حتى شعر بقرب أجله وقبل أن يموت أوصبنه وقال له يا بني إذا مت فامشي بجنازتي ومر أمام بيت هذا المغتصب وأعطه هذه الرسالة وبعد موت شوقي نفذ لابن وصيته ووقف بالجنازة أمام دار المغتصب وسلمه الرسالة ففتحها وقرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين وها أنا ذاهب إلى دار الحق وسأخاصمك عند الله عز وجل فإن كنت بطلا لا تلحق بي إلى هناك في هذه اللحظة ثارت زوجة الغني على زوجها وقالت له شيء مخيف أن تغتصب شبرا أرض أن تغتصب بيتا دكانا سيارة آلة أي شيء فهذا الذي اغتصبت منه له رب كبير منتقم سوف يذلك في الدنيا ويأخذ منك الثمن باهضا يوم القيامة وقبل دفن جثة شوقي أعاد الغني المزرعة لأبنائه واستغفر الله وتاب إليه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم